أعوذ بالله سميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام وعلى أشر في خلق الله سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومواله الحمد لله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله الحمد لله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله الحمد لله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شرك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد أيها الأحباب أحييكم بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام فأقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته روى الإمام الحافظ أبو داود سجتان في سننه والإمام الحافظ بن ماجه القزويني في سننه أيضا والإمام الضارقطني والحديث يرويه كذلك الحاكم أبو عبد الله النسابوري في مستدركه وقال صحيح على شرط الشيخين من طريق سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات هذا الحديث الصحيح الذي يرويه الإمام أبو داود وابن ماجه والإمام الضارقطني وذكره كذلك الحاكم أبو عبد الله النسابوري في مستدركه وقال صحيح على شرط الشيخين من طريق هذا الصحابي الجليل وهو سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ابن عم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ترجمان القرآن وحبر هذه الأمة الذي دعا له النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه الذي كان يقول من باب الافتخار بالنعم قال والله إني لأعلم القرآن آية آية قالها من باب التحذب النعمة قال والله إني لأعلم القرآن آية آية أعلم متى نزلت وكيف نزلت وفيما نزلت رضي الله عنه وأرضاه وهذا كله ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم سيدنا عبد الله بن عباس يقول سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول من أداها قبل الصلاة أداها الضمير هنا المؤنث يعود على صدقة الفطر على زكاة الفطر يقول من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة أي من أدى صدقة الفطر وصدقة الفطر لها عدة تسميات تسمى بصدقة الفطر وتسمى بزكاة الفطر وتسمى بزكاة رمضان وتسمى بصدقة رمضان وتسمى بزكاة الأبدان وبصدقة الأبدان لماذا سميت بزكاة الأبدان لتمييزها عن زكاة الأموال لأن صدقة الفطر تحسبها بحسب الأبدان التي عندك في الأسرة فإذا كنت مثلا عندك زوجة وأربعة أبناء وتلتبانا تحسبها بعدد الأبدان فسميت بصدقة الأبدان وسببها شهر رمضان ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال من أداها قبل الصلاة هنا العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى يقولون أن وقت الوجوب هو غروب آخر يوم من رمضان أي عند غروب آخر يوم من رمضان يدخل وقت وجوب إخراج صدقة الفطر والنبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الحديث الذي رويه الجماعة البخاري ومسلم وأبو داود والتنمذي والنسائي وابن ماجة من طريق سيدنا عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من رمضان صاعا من تمر أو شعير على كل حر أو عبد دكر أو أنثى من المسلمين ومن هنا فإن صدقة الفطر تكون صاعا أي بأربعة أمداد نخرجها إما دقيقا أو قمحا أو شعيرا أو تمرا أو عدسا أو أرزا أو ذرة بحسب ما هو الغالب لأن العلماء قالوا الغالب غالب قوت أهل البلد لأن الحكم للغالب غالب قوت أهل البلد ويجوز إخراجها كما قلنا نقدا وهذا مذهب أبي حنيفة ومذهب محمد بن الحسن ومذهب أبي يوسف ومذهب ابن حبيب من أصحابنا المالكية من أصحابنا المالكية ومذهب عطا وغيره من السلف ومذهب سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنهم جميعا وهنا العلماء قالوا إذن وقت الوجوب من غروب آخر يوم من رمضان أي عندما تدخل ليلة الفطر ومتى ينتهي وقتها عندما تصلى صلاة العيد فإذا صليت صلاة العيد انتهى وقت صدقة الفطر ولكن هذا لا يعني الذي فاتته ولم يخرجها لا يخرجها لا يجب عليه أن يخرجها وتبقى في دمته ولكن النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال من أخرجها قبل الصلاة فهي زكاة انظروا للعبارة النبوية قال هي زكاة سمها زكاة لأن الزكاة من التزكية ومن التطهير الأصل في الزكاة زكاة الأموال الله ربنا عز وجل لما قال خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها أي أن زكاة الأموال شرعت لتطهير مالك من الدخن اطهير مالك من الحرام اطهير مالك من السحد اطهير مالك من الشؤم كذلك هذا الذي يخرج زكاة الفطر فقد طهر صيامه فقد طهر صيامه لذلك يقول عليه الصلاة والسلام صدقة الفطر طعمة للمساكين طهرة للصائمين أي أن زكاة الفطر تطهر ما لعق بيومك وبصيامك من اللغو ومن الغضب أو الكلام الفاحش أو بعض التقصير الذي قد يكون في رمضان الذي يقول عليه الصلاة والسلام من أخرجها قبل الصلاة إذن لا بد أن نبادل وإخراجها قبل الصلاة والمالكية قالوا يجوز إخراجها في الأيام قبل العيد والشافعية قالوا يجوز أن نخرجها نصف رمضان وبعد ذهب بعض المذاهب كمذهب أبي حنيفة وغيرهم إلى إخراجها إلى أول رمضان أمر واسع إن شاء الله والأمر فيه ساعة عند العلماء الأصل أن يكون فيه مصلحة للفقراء والمساكين أن يصل هذه الصدقة أن تصل إلى الفقراء والمساكين كما قال عليه الصلاة والسلام فيما يرويه الإمام البيهقي في الشعب قوله صلى الله عليه وآله وسلم أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم يقول عليه الصلاة والسلام أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم إذن نرجع إلى الحديث يقول النبي عليه الصلاة والسلام من أخرجها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة زكاة مقبولة أي صحيحة زكاة مقبولة أي صحيحة كذا قال الشراع ومن أخرجها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات أي أنك لم تؤدها بوجهها الشرعي ولكن مع ذلك هي معلقة بك ولا تبرأ ذمتك إلا بإخراجها فهي صدقة من الصدقات ولو بعد سنة لابد أن تخرجها ولكن فاتك بركة صدقة الفطر الله نسأل أن يوفقنا لما يحب ويرضى الله نسأل السداد والرشاد والخير للبلاد والعباد وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والله نسأل أن يجعلنا في هذه العشر أواخر من عداد العتقاء من النار وأن يعتق رقابنا ورقاب جميع المسلمين والمسلمات من النار وصل اللهم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة